الوقفة الثانية معشر الصائمين والصائمات فيما يتعلق بزكاة الفطر أو صدقة الفطر وقد ثبت فيما أخرج الآئمة الستة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن ابن عمر رضي الله عنهما فيما يتعلق بصدقة الفطر أما حديث ابن عمر وقد أخرجه الجماعة فقال فيه رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام عن الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى من المسلمين وفي لفظ البخاري قال وأمر بها أن تخرج قبل الصلاة وأما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ففي الصحيحين قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من بر أو صاعا من أقط هكذا يحكون فعلهم زمن النبي عليه الصلاة والسلام إن زكاة الفطر معشر الصائمين والصائمات واجب أوجبه الله عز وجل على أمة الإسلام في أعقاب صيامهم لشهر رمضان وإما سميت بزكاة الفطر أو صدقة الفطر لأنها تعقب صيامهم لرمضان وإفطارهم شكرا لله وتحدثا بنعمة إتمام الشهر المبارك الذي وفقهم الله عز وجل لصيامه وقد قال سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى أن قال سبحانه يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدقة الفطر طعمة للصائم صدقة الفطر طعمة للمساكين وطهرة للصائم في صومه مما قد يكون أصابه من الرفث واللغو وما لا ينبغي فتكون صدقة الفطر بهذه المثابة تطهيرا لصيام الصائمين وهي إطعام للمساكين حكمة جليلة تتجلى في تشريع صدقة الفطر في ديننا معشر المسلمين أما إنها واجبة ولأنها واجبة فقد أفاض الفقهاء رحمهم الله تعالى في بيان هذا الوجوب وما يتعلق به في وقته ومقداره وصفته وكيفيته أما إنهم متفقون رحمهم الله أن صدقة الفطر تكون يوم العيد أفضل ما يكون قبل خروج الناس إلى الصلاة فإن تعذر ذلك أو شق جاز تقديم صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين وبعض الفقهاء يجيزوا تقديمها منذ أول الشهر لأن سبب الوجوب عنده الصيام الذي حصل به الفطر من رمضان وهذا متحقق منذ أول ليلة من ليالي رمضان وعلى كل حال فإن الأغلب من الصائمين المسلمين إنما يخرج زكاة فطره توكيلاً يوكل فيه جهة أو مؤسسة رسمية أو جمعية مخولة أو شخصاً يثق به فينقل زكاته ويوصلها إلى المستحقين من الفقراء ينبغي أن تخرج صدقة الفطر وتقع في يد مستحقها فإنه واجب لا تبرأ الذمة إلا به أما التساهل وغض الطرف وإعطاء من يلقاه الإنسان في طريقه دون أن يتحقق حاله اكتفاء بشعار أو علامة قد لا تبرأ به الذمة معشر الصائمين فاتقوا الله في صدقات فطركم وأوصلوها إلى من يكون مستحقاً لها الفقير والمسكين الذي لا يجد كفايته أو قوت يومه والحاجة هنا أعمى من أن تكون حاجة طعام أو شراب أو مال وكما أن التحري واجب فواجب على الرجل إخراج زكاة الفطر عن نفسه وعن أهل بيته عن من يمونهم وينفق عليهم يدخل في ذلك صدقة الفطر عن زوجته وعن أولاده البنين والبنات وعن من ينفق عليهم داخل بيته كالخدم الذين هم عنده أو تحت يده وكذلك تخرج صدقة الفطر عن الجنين الذي لا يزال في بطن أمه أسوة بسنة الخليفة الراشد عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه فإذا أخرج الرجل زكاة فطره وتحرى فيها المستحق لها فإنه يعطي صدقة الفطر مما نص عليه الحديث وجمهور الفقهاء أمة الإسلام يرون صدقة الفطر لا تجزئ إلا بالطعام على ما تقدم في حديث ابن عمر وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين ولأنها منصوصة في الحديث صاعا من طعام وهذا الطعام سواء كان من التمر كما جاء في الحديث أو البر أو الشعير أو كما جاء في بعض روايات الحديث من الأقط ونحوه من طعام الناس بنى عليه الفقهاء أن الطعام الذي يكون قوتا لأهل البلد أو قوتا للمزكي يجزئ إخراجه في زكاة الفطر طالما كان طعاما وقوتا يقتات عليه الناس فلذلك أصبح الناس في الآوينة الأخيرة يخرجون زكاة فطرهم من الأرز في عامة البلدان التي يكون فيها الأرز قوتهم وطعامهم أو ربما أخرجوه من الدخن أو من الذرة بحسب البلاد وطبيعتهم وقوتهم وعادتهم في الطعام والشراب الطعام الذي يخرج في زكاة الفطر يخرج صاعا من طعام عن كل إنسان والصاع ليس هو الوزن بالقرام المتعامل به اليوم لكنه يمكن قياسه وقد أبان العلماء مقدار الصاع من التمر كم يكون وكل نوع من التمر يختلف مقدار وزن صاعه عن النوع الآخر وكذلك مقدار الصاع من الأرز أو مقدار الصاع من القمح وغيرها من أنواع الطعام أما التمر فإنه يتفاوت بين الاثنين كيلو ونصف إلى الأقل من الثلاثة كيلوغرامات وبعضهم يجعله احتياطا ثلاثة تامة بحيث تكون هي المقدار الواجب والقدر الزائد صدقة يتطوع بها حتى تبرأ ذمته بيقين هذا الطعام الذي يخرج عن الفرد الواحد فإذا كان يخرج زكاته عن والديه إذا كان يعيش معهما أو عن أحدهما إذا كان يظفر بشرف سكناه معه والعيش وإياه أو يخرجها أيضا عن زوجاته وعن أولاده وعن من يمون وينفقه فإنه يجعل هذا الصاع عن كل فرد من أفراد أسرته يخرجها المسلم سواء كان غنيا أو متوسط الحال أو دون ذلك فإذا أخرجها الميسور ومن وسع الله عليه فوصلت صدقة فطره واجتمعت منها عدة أنواع لدى الفقير أصبح الفقير هو الآخر قادرا على إخراج صدقة الفطر فهل يجوز للفقير أن يخرج مما جاءه من الزكاة الجواب نعم لأنه قد تملكها وأصبحت بين يديه فهو يخرجها أيضا بما أوجب الله عليه وإنما تسقط عن العاجز الذي لم يجد صدقة الفطر ولا سبيل له إليها فذاك الفقير الذي سقط عنه الواجب لعجزه عنه ولفقره وعدم قدرته على إخراجها فيما ذهب بعض أهل العلم من فقهاء الإسلام إلى جواز إخراج صدقة الفطر بقيمتها من النقود فإذا كان صاع التمر أو صاع الأرز يساوي كذا وكذا من الريالات أو جنيهات أو الدنانير وغيرها من أنواع العملات باختلاف بلاد الإسلام فإنه تخرج قيمتها وتعطى للفقير يشتري بها طعاما أو لباسا أو دواءا أو حاجة مما يحتاج هذا القول والذي قد قال به من السلف الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز والإمام الحسن البصري رحمهم الله وغيرهم من فقهاء السلف فإنه قول قال به بعض فقهاء الإسلام واتجه إليه بعض المعاصرين ويرأوه فرصة لأن يعطى الفقير مالا وإن كان هذا القول خلاف ما عليه جمهور الأمة وفقهاؤها من السلف والخلف في الأعم الأغلب إلا أنه قد يكون مندوحة ومتسعا لمن لا يسعه إخراج صدقة فطره طعاما لأي سبب من الأسباب وربما كانت الجائحة التي تمر بها أمة الإسلام في عامها هذا ربما كانت أحد أسباب وصور التعذر أو الصعوبة أو العسر الذي لا يتأتى فيه لكثير من الصائمين إخراجوا صدقة فطرهم طعاما فإن تعذر أو تعسر وصار المتصدق إلى القول بإخراجها بإخراجها بقيمتها نقدا أرجو أن يكون ذلك واسعا لا حرج فيه والأحوط والأولى والأبعد عن الخلاف والأوفق للنص الذي وردت به السنة أن يكون طعاما لما تقدم بيانه يبقى القول كيف يفعل الناس وقد عمى الحضر والحجر والبقاء في المنازل والتباعد الاجتماعي وعدم وصول المزكي إلى الفقير لدفع الزكاة إليه فإن الجهات الخيرية أو الرسمية التي خولت ووكلت بهذا الباب فإنها جهات تبرأ الذمة بدفع صدقة الفطر إليها ثم لأنها مخولة رسميا فهي في مقام دفع صدقة الفطر إلى وري الأمر فإذا قبضها وحصلت بيده برئت ذمة المتصدق وبالتالي فلا بأس أن يدفع الناس الصائمون زكاة فطرهم قبل أيام من العيد وليس هذا إخراجا لها في غير وقتها بل هو توكيل لتلك الجهات سواء دفعت إليهم النقود واشتروا بها الطعام فدفعوها إلى الفقير أو دفع إليهم الطعام فاجتمع عندهم ليوصلوه إلى الفقير ليلة العيد أو قبل ذلك في الوقت المجزئ شرعا بيوم أو يومين فإن ذلك صحيح ولا إشكال فيه ويبعد به الحرج ويخرج الناس به عن هم التفكير في كيفية إخراج صدقة الفطر أيها الصائمون هذه جملة مجزة مختصرة فيما يتعلق بأحكام صدقة الفطر وما الواجب على المسلم ويبقى التنبيه والتأكيد معشر الصائمين إلى ضرورة العناية والاهتمام بهذا الأمر فإنه واجب ثم هو تطهير للصائمين في صيامه الذي ربما إن خرم في أيام شهره بشيء من التقصير واللغو والرفث كما جاء في الحديث وهو إغناء للفقير يوم العيد عن السؤال بما يجتمع إليه من نقود أو من طعام هو أيضاً توسعة هي صورة من صور المواساة في المجتمع المسلم والتكافل الذي أحيت الشريعة الإسلامية معانيه وأبرزت معالمه في مجتمع إسلامي حميد تسوده المحبة والمودة والإخاء الإيماني الطاهر الذي اختصت به أمة الإسلام عن سائر الأمم